لا صوت يعلو فوق أزيز الرصاص هنا في جبهة الثعابات في مدينة تعز معارك عنيفة استطاعت المقاومة من خلالها تحرير العديد من المباني التي كانت تسيطر عليها الميليشيات والتقدم باتجاه حي قريش وهو واحد من الأحياء الذي تتمركز فيه الميليشياء هجمنا من ثلاثة محاور وصل الشباب الهجوم الأول إلى بيت عادة الياسر المسمى ببيت الدقل في الجهة الثانية في مربع الميمنة إلى جامع عقبة نتمترس في متارس العدو عكسنا متارس العدو لنا وإن شاء الله نحن 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 نتقدمات هناك سهداف لهم هناك قطع مداد لهم الشباب المقاومون كتاب حسم لواء العاصفة لواء الحمزة لواء صعاليك كتاب أبو العباس كل هؤلاء الشباب يداً وانحداً معركة ثعابات التي تقول المقاومة أنها جاءت مباغتة بهجوم شنه مقاتلها ضد معاقل الميليشيا تعد جزءاً من جباهة المدينة التي لم تغب عنها المعارك مع استمرار قصف الأحياء شبه اليومي في ظل فرض الحصار منذ أكثر من عام كل هذه الأحداث دفعت قيادة مجلس تنسيق المقاومة الشعبية ينادي إلى التعبئة العامة حيث يهدف من خلال بيانه إلى إسناد المقاومة والإنخراط في صفوفها إننا في المقاومة الشعبية والجيش الوطني ندعو كل من له القدرة على حمل السلاح ولم يلتحق بقبهات العزة والكرامة بعد سرعة الانضمام إلى إخوانهم المرابطين في الثغور والمواقع للذود عن المدينة وأهلها تعد هذه المرة الثانية التي تدعو فيها المقاومة إلى فكرة التعبئة العامة وهو ما يترك تساؤلات عدة أبرزها هي هل ستساهم هذه الفكرة بحسم معركة تعيز ولو بكسر الحصار عن المدينة أم ستذهب كسابقاتها في ظل التزام بالحكومة والتحالف موقف المتفرج من هذه المدينة بينما تسلك المقاومة والجيش الوطني كل الطرق لتخليص المحافظة من قبضة الميليشيات الإنقلابية وقوات الرئيس المخلوع حمزة أمين قناة بلقيس تعيز ترجمة نانسي قنقر